نعمل ستوب شوية؟ لا والله أنا مبسوط للعيبة بجد كلهم مبسوطين وروح عالية وكلهم مع بعض وروح جماعة مبسوط لهم حقيقي بجد يعني فرحونا فرحونا عن النهاردة قوي وإحنا حتى كبتشادي وإحنا عادين مبسوطين وإحنا بنتكلم غير لما تبقى جاي زعلان ومتدايق وحالة الشعب كمان وحالة الجماهير في الشارع خد بالك الحالة دي بتظهر علينا احنا كنت خيل بقى أنت أنت واحد والناس بتقبلك والناس بتتكلم معاك الناس بتزعل حتى الدرجة والله ساعات في الفترة الأولى يقول لك يريد تكلمهم تكلمهم طيب سألك سؤال ما بتمشي في الشارع أنا الأسبوع من بعد كنت في غارة هو سؤال معتاد هنعمل إيه؟ دي حقيقة هنعمل إيه؟ لأ أنا دلوقتي كله بيقول لي يعني من الماتش اللي فات كله بيقول لي رجال يشرفونه فرحونا ده بجد والله دي الحالة اللي كان الأول وبعدين في اللعيبة دي بقى احنا تعبونا عصابنا آخر آخر تقريباً آخر عشر تيامة وآخر أسبوع لأ الموضوع مختلف تماماً أكيد شافوا الفرق ما بين نقض جديد جداً على الأداء وبعدين إشادة بقوة من الناس كلها هم ما بين على وشهم حتى وبين على الروح بتاعتهم وهم حتى جوه الملعب مجدودين بس مركزين ومبسوطين يعني بيبان حتى على الفرحة وبيبان على الوشوش بتاعتهم في الملعب حتى اللي هدعى الدكة دي حقيقة يعني فيه لقطة النهاردة عجبتني جداً إمام عشور شفتوا؟ ده بيعيط تقريباً بتكلم بجد والله آه والله انت حياء طب بيعيط ليه مهانا؟ آه كان بعد لقطة الوينش عطلوه ورحلو خايف؟ رحلو نخوف؟ آآ يعني ممكن خوف على فكرة أو احساس بالمسئولية أو خوف إن احنا نخسر وسأقولك الحاجة أو خوف إن احنا نخسر أو أولاك الحاجة وانت قاعد خوف إن احنا نخسر خلف الأجواء والمباراة جبت هدف تاني بعد أما جبت هدف كان ممكن المباراة تروح تهرب وينك ده حقيقة ده في أول ماتش يعني ده إحباط آآ عايز قولك حاجة دي كانت نقطة التحول بجد والله؟ آآ طب أولاً بعد الهدف اللي أحراز المغرب من دربة الجزاء لعبة المغرب كلها مت مريحة خلاص تحس إن هما ده من الفوز ابتدت لعبة منتخب مصر حصل استحواز لينا حتى النسب كان بتطلع على الشاشة نسب الاستحواز كانت كبيرة جداً وقلت عند فعلاً وأنا والله العظيم حتى في الفترة اللي هي بعد الهدف أنا ما شفتش خطورة منتخب المغرب خالص عافية يعني ما كانش زي ما بيتقالي مالوش أنياب مش بالقوة اللي أنا كنت متوقعه فيه ناس دخلت قالك ما تقللش منتخب المغرب مش عافش أنت خسران سبحان الله تلاقي بتكلم جد والله دي حاجات جاتلي تحيس إن أنا كأنني أخطأت بس فعلاً منتخب المغرب ما كانش بالقوة اللي أنا كنت متوقعه اللعيبة ما كانت بعيدة عن حالتها بعيدة عن الحالة بتاعتهم حتى بينا على الجهاز الفني لمنتخب المغرب الشدة مشدود فيه توطر رغم المفهود إن هو كان كسبان هدف إحنا الموضوع اختلف بقى إيجابي لينا ابتدت اللعيبة توقف صح ابتدت المسئولية ودي كانت سبب الفوز المسئولية إيه 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 إحنا نخصف خلاص ابتدت اللعيبة تفوق ابتدت التركيز يزيد عكس اللعيبة منتخب المغرب منتخب المغرب أنا الشوت الأولاني تقريبا بعد الهدف ما شفتوش شفناه في الشوت التاني في بعض الفولات والاعتماد على الكرات السابتة وبعض المشاكل اللي هي المعتادة اللي هي اللي بتحصل دي شي طبيعي يعني هم تعودين على كده طب خليني أستعرض معاك كده يعني إحصائيات الاستحواز كان 54% لمصر مقابل 46% للمغرب الرقنيات 6% لمصر 3% للمغرب الكرات العرضية 19% لمصر 17% للمغرب التمريرات 458 لمصر 383 المغرب ده بعد الهدف بعد الهدف انت استحوزت بشكل كبير جدا دي حيث وحطت المغرب تحت منتخب المغرب تحت ضغط وخد بالك وتلاحظ انت معظم منتخب المغرب كان بيعتمد على الكرات السابتة ودي كانت برضو فيه بعد قلة الخبرات هي اللي كانت بتعمل خطورة عليك كانت ان هم مميزين في الحيطة دي ودي طريقتهم اللي هم مميزة بيها على مدار تاريخ المغرب على فكرة يعني احنا كنا باللعب منتخب المغرب هو بيعتمد على دربات الجزاء دربات السابتة قريبين للمنتخب تونس شوية يعني تقريبا مهزم منتخبات شمال افريقا بتعتمد على الحتة دي سواء عرضيات مهارة عندهم مهارة ما ندرش نقلل منها بس هو التدريباتهم والقوة بتاعتهم في الكرات السابتة اكتر لو تلاحظ كل تركيزهم كان على الكرات السابتة وبيعملها مميزة جدا طبعا حتى الفرصة اللي هي بتاعة ابو جبل اللي تعور فيها كانت من كرة سابتة هم مميزين في دي حتى منتخب الجزائر بس انقاذ عشر على عشر اه هاي عايش انا بقى مش واحد غيره كان ممكن وريبة وصعبة وقوية صعبة جدا سرعة رد الفعل هي دي كانت النقط معاش هو تقريبا ابو جبل تعور في رد الفعل هون ما توقعش انها تيجي كده فمع الحركة وارد انه ممكن يكون شد وارد ان يكون مز برضو مع الضغط النفس هيه اللي قدت الاصابة بتاعته في نقطة عايزة اخش فيها اه اتفاض اللي ضربة الجزائر بتاعت ايما عشر هي ضربة الجزائر تمام وبتفكرني فكرتني ممكن النهاردة رجعت ذكريات بالنسبالي دي كانت تقريبا حوالي رابع مبارالية كانت في سنة ألفين وكان فيه دربة جزائر هي بالزبط 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 حقيقي نفس كانت فين عندك تمنتاش سنة اه تمنتاش سنة ودي كانت اول ظهور ليه في مع منتخب مصر من الحمد لله انا عملت بطولة كبيرة جدا في البطولة ديت يعني العبت على يعني لو انت كمل تجاري تقدر تمنع الخطورة اكتر من اللي انت تعمل التاكلنج في الحتة دي خاطة في اللقطات الحتة دي مش بتبقى مطالب منها ان انت تعمل تاكلنج بس هو رؤيته للكورة حاس ان هو ضمانها فهو اخذ بالك لعبة منتخب المغرب وعلى حتى مدار تاريخه هو من نوعية اللي يزق وانت بس يعني لو ما جبتهاش بيوم واقع اخذ بالك فهو واقع قدر ان هو يجيب دربة جزائر فبقولك نفس اللقطة ديت عملت قدام تونس كنت انا فاكر اللقطة دي بالضبط برضو هو زق الكرة وانا ما جبتش الكرة مو واقع خلاص يتحسب الدربة الجزائر برضو مش مش تقليل من الكبسية مفوض ان انت عندك خبرات واعتقد ان اللقطة دي هتزود من اي من اشرف ان هو مقدرش يعملها تاني طيب الهدف مصر اللي هدف محمد صلاح